سوف تشوفوا معي هذا البلاك ديال الكندي اللي فيها خمسة ديال المجامر لقياس ديالة خمسة وسبعين سنتيمتر دايرين فيها واحد التخفيد الفين وخمسمائة وتسعود وتسعين درهم فيها البلاك وفيها احتها هاد لهوت اللي فوق منا بالنسبة لهوت لقياس ديالة ستين سنتيمتر السلام عليكم كيف الأحوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم غاديكون عبارة عن جولة في الكترو بلانيت ديال تانجا غادي نقربكم من الجديد في الصفائح ديال الغاز من الاتمينة ديالة وايضا غادي نعطيكم مجموعة من المواصفات اللي غادي تساعدكم في اختيار الصفيحة المناسبة للمطبخ ديالكم طبعا هاد الفيديو غادي نفعكم بزاف غير تابعوه الى الاخر ولكن قبل ما نبدأ ما تنساوش تشوفوا بطول تحسو تعملوا واحد اللايك وكيما كتشوفوا معي في الفيديو اول نوع بديت لكم به هو السيارة بالنسبة للثمان ديالة 2379 درهم وبالنسبة للقياس ديالة 70 سنتيمتر وحتى هاد النوع الثاني اللي كتشوفوا معي احتووا ديال السيارة غير الصفائحة اللولة كان ديالة 5 ديالة المجامر والقياس ديالة كيما قلت لكم 70 سنتيم اما هاد فهي ربعات ديالة المجامر والقياس ديالة 60 سنتيم بنسبة الثمان 2329 درهم اذا لاحظوا بان ما كناشو هذا الفرق كبير في الثمان يعني من الاحسن تاخدوا اللي فيها خمسة ديالة المجامر وده بغادي تشوفوا معي هاد نوع ديال الزاش الماركة ديالة كان دي ربعات ديالة المجامر 8999 درهم وكيما كان قل لكم دائما بالنسبة لي لي انا ما كنفضلش هاد نوع ديالة الزاش هو فعلا من ناحية ديالة ديالة ديور يعني يعني راكت زيالة جمالية رائعة للمطبخه وكيبن اكتر عصري وسهل في تنظيف يعني بزاف ديالة الإيجابيات ولكن المشكل ديالة انها تقدر فأي لحظات ترتقلك لا قدر الله وده بغادي تشوفوا معي هاد نوع ديالة 8 590 ترهام القياس 60 سنتيمتر بالنسبة للإخوان اللي عندهم السكن اقتصادي وعندهم البلوندو تخافاي صغير رأصاد حالهم هاد النوع ديال 60 سنتيم وبالنسبة هاد المركة ديال كوندي رأنا ديج اخذتها في المنزل ديالي فصراحة ممتازة أنا ما كندير الإشهار نحتى شركة أنا غدي نشارك معاكم هنا جميع الأنواع وغدي نعطيكم الوصفات اللي تقدروا تختاروا بها البلاك مزيانة ما كندير الإشهار نحتى شركة على حساب شركة ودابه غدي تشوف معايا هاد البلاك ديال كوندي اللي فيها خمسة ديال المجامار القياس ديالها 75 سنتيمتر دايرين فيها واحد التخفيت 2599 درهام فيها البلاك وأحتي هاد اللهوت اللي فوق منا بالنسبة اللهوت القياس ديالها 60 سنتيمتر ودابه غدي تشوف معايا نوع آخر 80 1999 درهام فيها اربعة ديال المجامار المركة ديال كوندي وكي ما كنوصيكم دائما ينجي وتختاروا الصفيحة للمطبخ ديالكم دروري تشوفوا هدك الانوكس دياله يكون عصلي ويكون هدك الانوكس غلايد مشير قيق يعني يجب تضربوا في هدك الصفيحة وتشوفوا هدك الانوكس كيفاش عامل وبطبيعة الحال النوع اللي كيكون هوت قامو وليكيكون التامن دياله زايد راه كي يكون الانوكس دياله ممتاز وحتى بالنسبة للمجامر خصا هدك المجامر يكونوا اتقال ما يكونوش خفاف ومن الاحسان يكونوا مسطحين باش هدك الاواني ما يبقوش يزلقو لكم فوق المجامر وانا وخاكا نصحكم انكم ما تتاخدوش صفيحة دياله زايد ولكن رغم ذلك انا كنصور لكم كما كتشوفوا معي هد نوع اغتيوغ مغتا 82499 درهام حيث كينا بعض الاخوان اللي بغينها وعجبهم غير كما اخدوكم حاولوا ما امكان ما تطايبوش فوق منا اه الطاجين وداخدو هد نوع دياله زايد اخدوش نوع اللي تكون ماركة معروفة تكون ماركة مزيانة يعني ما تتاخدوش هدك النوع دياله رخيص اللي عنا دغيه غادي يتشقو يترمس لكم شوفوا معي هد نوع دياله اغتيوغ مغتا حتى هوك يكون ممتاز بنسبة 83999 درهام القياس دياله 75 سنتيمتر فيها خمسة ديال المجامر وانا دائما كنقولكم اذا كنتوا بغين تاخدو خمسة ديال المجامر وعندكم المطبخ كبير شوية مل احسن خدوش ديال 90 سنتيمتر وخاية 8 شوية كيكون زايد وخصوصا اذا اخدتو هدك النوع اللي كيكون هوتقام ولكن غير صبرو شوية وخدو حجم زيانة وكينحت هد النوع هده ديال اغتيوغ مغتا دير 1799 درهام ديال ربعة ديال المجامر واذا لاحظوا بان الماركات كاملين كيديروا النوع اللي هوتقام وكيديروا النوع اللي موين ولكن انا دائما كنصحكم تباعدوا لهذاك النوع الرخص خصوصا اللي كيكون الثامن دياله اقل من 1500 درهم لان هادك النوع هدك ما غديش يسبار معاك ما عيدو وصلك شو حد المدة طويلة غير شوية والانكس دياله لاحظوا المجامر مع الافية غادي بدو يتأكلوا الا في حالة ما اذا كنت مزيار في الفلوس وبغيت تاخد غير شي حاجات تقضي بها ومن بعد تبدلها سوف تشوفوا معايا الماركة ديال زانيوسي فيها خمسة ديال الريوس والخيص دياله 90 سنتيمتر والثمان دياله 5,299 درهم حتى هي عند المجامر دياله ممتازين تقال وصحاح مخدومين بلافوند وانتو ما كتعرفوا كمين بانا انواع ديال الصفائح اللي هي غط قاموا اللي كيكون التمن دياله زايد كمين عند المجامر دياله فوند كيكونوا صحاح وكيكونوا منتازين مسطحين ما كيطيحوش الاواني غير ايا حاجة واحدة بزرد الاخوان كيتشكو منك يقول لك بالنسبة ان هاد الماتيخ ما كتكون شرطبة يعني كتكون حرشة شوية وكتشد لوسخ غادي نقول لكم غير حاولوا ما امكان ما تخليوهمش حتى يعمرو بلوسخ يعني يوميا حاولوا انكم تنطفوهم مني تسالي وطبخ ديالكم وما غديش يشد لكم لوسخ بصفة نهائية وبالنسبة هاد الصافحة ديال زان يوسي لي الثمان دياله 2490 درهام ميكست يعني مخلطة فيها ثلاثة ديال المجامر ديال الغاز ومجامر واحد ديال الكهرباء وبالنسبة للماركة ديال زان يوسي حتى هي عند هاد النوع ديال الزاش الثمان دياله 3290 درهام القياس دياله 60 سنتيمتر يعني شوية الثمان دياله زايد بالمقارنة مع اختيو ماغتان وكينا زان يوسي ديال 60 سنتيمتر كيما كتشوفوا معايا ديال ربعة ديال الريوس ثمان دياله 2590 درهام وكينا هاد الصفحة هدي اللي دايرين فيها وحد تخفض ثمان دياله 1690 درهام ثمان جيد مناسب وحتى النوعية دياله راهم زيانة بالنسبة للإخوان اللي بغيين ياخدو شي حاجة ثمان دياله أرخاص واللي غسكم تعرفوا بأن هاد الصفائح لي صورت لكم كاملة ارا فيها صمم الآمن يعني السيكريتي اللي كيقطع القاز ردوا البال للإخوان داروا ريس صفحة اللي غادي تشريو يكون فيها تصمم الآمن أما إذا ما كانش فيها أرى ما عندكم ما تديروا بها وخد كون الثامن دياله باطن لأنا كنت شاركت معكم المشكلة اللي كان وقع لي في الدار بأن الإبن ديالي فتح الغاز في هذه الصفحة في الليل وأنا ما شفتوش يعني الليل كامل وهذاك الغاز مفتوح لولا أن الصفحة اللي عندي في هذه الصمم الآمن وقتع هذك الغاز كانت غادي تقع واحد لكاريته شوفوا معي هاد اللاهوت القياس دياله 90 سنتيمتر الثامن دياله 6790 درهام عند القادوس إخارج على برة بالنسبة للمركة دياله آ او جي وأنتو ما كتعرفو كمين بأن آ او جي مركة ممتازة مركة هوت غامك إغيار هو وحد نصيحة منين تشريو تبغيوا تشريو هل هوت ضروري مني تمشيوا للمحل تقولوا أن صاحب المحل أنه يخدملكم وتسمعوا السود دياله ما يكون بيكون الشيء السود دياله مجهد بطبيعة الحال وحتى بالنسبة هاد الابلاك اللي كتشوفو معايا ديال ا ا ا ا ا جي ديال خمسة دلمجامار لقياس ديالة خمسة وسبعين سنتيمتر بالنسبة التمن ديالة 4999 درهام يعني يقول 5000 درهام شوية التمن ديالة قاسح خصوصا انها غير ديالة 75 سنتيمتر يعني هادك اللي فيها 90 سنتيمتر غادي يكون التمن ديالة تقريبا 6500 درهام اه تمن شوية زايد ولكن كتتتبر من الانواع اللي هوتقام يعني بحال فرانك بحال بوش ولكن راه ممتازين وحتى بالنسبة هاد النوع ديالة الزاج في الماركة ديالة ا ا ا ا جي غادي تكون ممتازة اه كي ما كتشوفو معايا غير النوع الصغير ديالة 4600 درهام ولكن بالنسبة هاد النوع ديالة الزاج وخال ماركة ديالة ا ا ا ا ا ا ا ا جي راه ممتازة بالنسبة الاخوان اللي باغيني ياخدوها ردوا لبنوا حد القضية حولوا ما امكان ما تطيبوش فوق منا الطاجين وكي ما كتشوفو معايا النوع اللي فيه خمسة ديالة المجامار لقيس 75 سنتيمتر تمان ديالة 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 5000 درهام وبالنسبة الصافحة ديالة الكهرباء ديالة انديكسيون في الماركة ديالة ا ا ا ا ا ا جي ديالة 8000 درهام ا ا ا ابرد يغتظون لالي اخوان اللي باغيني ياخدو هاد النوع ديال الصفائح وخصوم معلومات عليه غير يقولوها ديالة الرابط دياله اوا حد الفيديو اللي كان سباق لي انار حد شرحت هاد النوع مزيان ودرتو حد المقارنة بينه وبين الصفائح ديالة القضية ودبا غادي تشوفوا معايا هاد الاهود بالنسبة القيص ديالة 60 سنتيمتر وبالنسبة ال teria 44409 درهام ردوا لبالة الاخوان بالنسبة للهوت كما سبق لي قلت لكم إذا كانت عندكم البلاك ديال 75 سنتيمتر أو 90 سنتيمتر ما تتاخدوش هاد النوعية ديال 60 سنتيمتر لأنه غتجوكم صغيرة وبحالي مدرتو والو يعني هادك الريوصة اللي عايكون عندكم في الجوانب إذا طيبتو فيهم وطلع البخار ما غديش يطلع لكم مباشرة اللهوت يعني بالنسبة هاد النوع ديال 60 سنتيمتر اللي في الاهوت خدوه غير مع البلاك اللي فيها 60 سنتيمتر وده بغدي رجع لكم المركة ديال السيارة وخاب ديت لكم بها ولكن بقى ما كملتاش بالنسبة لها تصافحة كتدير 3679 درهم ديال 5 ديال المجامر ولكن اللي مميزها أنه فيها مترو يعني مكتار من 90 سنتيمتر يعني مولة الدرمية تكون كتشتغل فيها تقدر تخدم بهادك خمسة ديال المجامر كاملين في نفس الوقت ما غديش يتزحموا له هادك الأواني فوق منهم وبالنسبة هاد صافحة اللي كتشوفوا معايا في هست ديال المجامر ولكن اللي إيجابي فيها أنه في طول ديالة فيها مترو بالنسبة الثامن ديالة 3679 درهم وحتى بالنسبة هاد النوع ديالة الزاج ديال السيارة فيها 4 ديال المجامر والثامن ديالة 5,579 درهم مهم دابة غدي نتقلكم من الماركة ديال السيارة إلى الماركة ديال ويرببول وكما كتعرفوه حتى ويرببول رهم زيانة وفيها أشكال وأنواع متعددة وحتى الأتمينة رهم اختلفة وبالنسبة الصافحة اللي غديتشوفوا معايا دابة ديال انوكس فيها خمسة ديال المجامر وبالنسبة لقياس ديالة أرا فيها مترو وبالنسبة الثامن ديالة ب4599 درهم وبالنسبة هاد الصافحة هادي حتى هي ديال ويرببول 8 ديالة 3,990 درهم فيها خمسة ديالة المجامر بالنسبة لقياس ديالة 90 سنتيمتر وبالنسبة هاد النوع ديال الزاج ديال ويربول 8 ديالة 3790 درهم ديالة 60 سنتيمتر فيها 4 ديال المجامر ودابة غديتشوفوا معايا الماركة ديال البوش ديالة 4 ديالة مجامر والقياس ديالة 60 سنتيمتر بطبيعة الحل مجامر ديالة ديالة فوند ماركة ممتازة وحتى الانوكس ديالة أصلي بالنسبة لثامن ديال هاد الصافحة 3699 درهم يعني راوخها القياس ديالة صغير ديالة 60 سنتيمتر ولكن الثامن ديالة وانتوما كتعرفوا الماركة ديالة بوش راهته هي هوتغام بحل او جي وكينا هاد الصافحة ديال البوش التانية للقياس ديالة 90 سنتيمتر فيها 5 ديالة مجامر والثامن ديالة 5720 درهم انتوما كيما كتشوفوا معايا جودة عالية وكيما قلت لكم في اول فيديو انا را ما كندير الاشهار انت شاركة انا كنعطيكم المواصفات اللي تتبعوها باش تختاروا البلاك تكون مزيانة وبالنسبة النوع اللي كتشوفوا معايا دابا هو ديال فرانك ديالة 60 سنتيمتر والثامن تلتالاف وتسعمية وتسعين درهم احتى هاد الصافحة هادي اللي كتشوفوا دابا ديال الماركة ديالة فرانك بالنسبة القياس ديالة 90 سنتيمتر فيها خمسة ديالة المجامر بطبيعة الحال احتى بالنسبة المفاتيح ديال هاد اللي بلاك اللي كيكونو هوتقام ارا ما كيكونوش ديال بلاستيك كيكونو ديال انوكس بالنسبة التامن ديالة 6490 درهم وكيما كتشوفوا معايا المجامر ديالة ممتازين تقالين قولوا اللي بطبيعة الحال غادي يكونو ممتازي ارا التامن ديالة اكتر من 1000 درهم اه فعلا بالنسبة النوع اللي كيكون جيد وفي المواصفات مزيانة اه ما نقول لكم شي التامنة راه زايد بزاف اللي يحصل لعول الجامح وبالنسبة هاد الموديل هادا ديالة فرانك اللي كتشوفوا معايا انا شخصيا ما اجبنيش معرفت شي تنتموش عندكم نفس الرأي في قوة النعراجات شوفوا معايا داق المفاتيح فين جاو عاليين يعني في الاماكن فين غادي تجمع لي دام وغا تلقى صعوبة في تنظيفه وخد ثمان دياله غالي راه داير 7000 و 190 درهم ولكن اه ما عجبنيش شكل دياله كيما قلت لكم وغادي يجمع الاوساخ وبالنسبة هاد الموديل هادا الاخير حتى هو ديال فرانك حتى هو في خمسة ديال المجامر ولكن القياس دياله غادي يكون غير 80 سنتيمتر اه بالنسبة ثمان دياله اربعالاف و 490 درهم وده بادي تشوفوا معايا هاد الموديل ديال الاهوت ديال الزاج الماركة ديال كاندي اه تاكتيل بالنسبة ثمان دياله 2999 درهم يعني 3000 درهم عنده القادوس كيخرج على برا ولكن كيما كان قولكم بالنسبة اللاهوت انا كان عطيكم الاتمينة ولكن انتو ما مني تمشيوا المحل الموديل اللي اعجبكم والشكل والقياس اللي بغيتو غادي تقولولهم يخدموه لكم باش تسمعوا الصوت دياله وايضا بالنسبة اللاهوت قوات الشفت عندها عالية باش تمتصلكم جميع الابخيرة وكان سبق لي حطيت لكم الفيديو كيفاش تديرو تحسبوه القوة ديال الشفت اللي غادي تكون مناسبة للمطبخ ديالكم غادي نخليلكم الرابط في الصندوق ديال الوصف وده باوصلنا النهاية ديال الفيديو نتمنى يكون عجبكم والسفت تمنوه بالنسبة اللي اخوة اللي بغوا يمشيوا تقدوه من الكترو بلانيت ديال تانجا كينا تم واحد دري اسميتو المهدي انا غادي نخليلكم الرقم الهاتف دياله في صندوق ديال الوصف بالنسبة هادر هادر عنده التسع الخاطر يشوف معاكم انصحكم بالنسبة اللاهوت يقدار يخدم لكم باش تسمعوا الصوت دياله راني وصيتوا عليكم قتلوا اي واحد جم طرفي دير معا الخاطر وايضا بالنسبة الاخوة اللي انسوا مداروش اللايك في اول فيديو ما تنسوش دابطه بطبط وتعملوا واحد اللايك وايضا خليولي التعاليق ديالكم اراها تفرحني ونحاول نقرأها كاملا وشكرا لكم بزاف وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله